بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم اليوم في موضوع مهم ألا وهو مهارات الاتصال communication skills هذا المصطلح العلمي يتكون من كلمتين مهارات والاتصال فما هي المهارة وما هو الاتصال ما هو المهارة وما هي الاتصال وهل هناك علاقة ما بين المهارة والاتصال وهل يتطلب أو تتطلب عملية الاتصال أو الاتصالات الإدارية مهارة معينة لكي تحقق الهدف المطلوب أو المنشود منها نلاحظ ذلك من خلال تعريفنا للمهارة فالمهارة هي القدرة على تحقيق الهدف من عملية الاتصال عملية الاتصال تجري في المنظمة أو بين الأفراد لتحقيق غرض معين هذا يكون من خلال مهارة معينة فالمهارة هي قدرة على تحقيق الهدف من الاتصال أو تحقيق جودة في عملية الاتصال التي تحدث طبعا يكون ذلك من خلال الكفاءة والفاعلية الكفاءة والفاعلية مجتمعة تعني تحقيق الهدف بأقل وقت أقل جهد أقل تكاليف أعلى جودة ممكنة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من هنا نلاحظ أن هذه العناصر لو اجتمعت في عملية الاتصال لحققت عملية الاتصال أو الاتصالات الإدارية الهدف المنشود هناك تعريف آخر للمهارة كما ذكر الدكتور الشرقاوي فقال أن مهارة الاتصال هي المقدرة على تقديم المعلومات إما شفويا أو كتابيا وذلك بغرض استخدامها في تحقيق النتائج المرغوبة أنواع المهارات عندنا أنواع مهارات مختلفة منها مهارة التحدث، مهارة الكتابة، مهارة الاستماع، مهارة الكراءة، ومهارة التفكير المهارة هي اكتساب شيء معين على سبيل المثال شخص لا يمتلك القدرة على قيادة السيارة يجب أن يتدرب على ذلك حتى يتمكن من قيادة السيارة شخص لا يمكن استخدام الحاسب الآلي يجب أن يمارس استخدام الحاسب الآلي يتدرب، يأخذ كورسات تدريبية حتى يتمكن من استخدام هذا الحاسب الآلي هذه هي المهارة هل هناك علاقة ما بين المهارة والاتصال؟ طبعا هناك علاقة وثيقة ما بين المهارة والاتصال يجب أن تكون أو تتوفر مهارة معينة حتى يحقق الاتصال الهدف المنشود منه ثانيا ما هو الاتصال؟ الاتصال أو الاتصالات الإدارية الاتصال هو أخذ وعطاء بشكل مختصر وسريع الاتصالات الإدارية هي من أبرز المواضيع التي اختلف فيها الكتاب والإداريين فكلمة اتصالات هي مشتقة من أصل لاتيني أصل لاتيني بمعنى الاتصال الذي يحدث بين طرفين مرسل ومستقبل طبعا هناك تعريفات مختلفة ذلك لأن الاتصال هو مصطلح علمي وأي مصطلح علمي لا يحمل تعريف واحد فقط يمكن أن يعرف من حسب وجهة واضع التعريف هذا أولا وحسب الزمن الذي صيغ فيه التعريف لذلك نلاحظ أن هناك عدة تعريفات مختلفة لعدة إداريين ومفكرين من هذه التعريفات نقول أولا نيومان قال أن الاتصال أنها عملية تبادل للحقائق والأفكار والأراء بين شخصين أو أكثر هناك تعريف آخر للدكتور محمد عبد الفتاح ياغي قال بأنها عملية نقل هادفة للمعلومات من شخص إلى آخر بغرض إيجاد نوع من التفاهم المتبادل بينهما هناك تعريف آخر للدكتور حنفي سليمان قال بأنها عملية إرسال المعلومات ذات المعنى المحدد من فرد لآخر بهدف التأثير على سلوك الشخص الثاني وعليه فالاتصالات عملية مستمرة تنطوي على الأقل على مرسل ومرسل إليه من هذه التعريفات المختلفة لو أجيز لنا أن نعطي تعريف للاتصال نقول بأن الاتصال هو عملية نقل المعلومات من طرف إلى آخر بحيث يسمى الطرف الأول المرسل والطرف الآخر المستقبل عن طريق قناة أو وسيلة تسمى قناة الاتصال بهذا التعريف نلاحظ أننا قد أوجزنا هذا التعريف وضمننا من خلال هذا التعريف العناصر الأساسي لعملية الاتصال لذلك بشكل مختصر نقول أن الاتصال هو نقل وتبادل المعلومات التي على أساسها يتوحد الفكر وتتفق المفاهيم وتتخذ القرارات بالإضافة إلى أن الحقائق والأفكار والأراء والمشاعر يتم تبادلها بين الأفراد من خلال عمليات الإرسال والاستكبال من شخص إلى آخر ترجمة نانسي قنقر